بسم الله الرحمن الرحيم يطيب لي أن أتواصل معكم لشرح المقرر العلمي نظرا للأزمة التي تمر بها مصرنا والعالم بأكمله والواجب علينا في هذه الأزمة أن نعود إلى الله ونلجأ إليه في السراء والدراء حسى الله عز وجل أن يرفع عنا الغمة والواجب علينا أيضا أن يصلح كل واحد فينا من نفسه وليعلم كل واحد منا أن الموت أقرب إليه من حبل الوريد لنتذكر قدرة الله علينا فرغم ما نشاهده من تقدم علمي إلا أن علمنا بجانب علم الله لا يذكر حيث قال جل شأنه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال جل شأنه وما يعلم جنود ربك إلا هو فيروس لا يرى بالعين المجردة قد أرعبنا بل وأرعب العالم بأكمله أوقف الدنيا ولم يقعدها إنها رسالة من رب العالمين إلينا لقد حاربنا الله بصنوف من المعاصي لم تكن موجودة من قبل وأصبحت للمعاصي فنون وأشكال يضيق المقام والمقال عن سردها الجميع يعلمها الصغير قبل الكبير ولكنه سبحانه ما تركنا هملا وإنما أرشدنا برحمته لطريق رفع البلاء حيث قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لقد جاء البلاء لقد نزل بنا البلاء وحل فأين التضرع إلى الله عز وجل إذا أنزل بأسه بقوم ووفقهم للتوبة والرجوع كان البلاء تطهيرا وتمحيصا وإذا نزل بهم البلاء ولم يوفقهم للتوبة كان الهلاك إن الأمة الآن تحتاج إلى توبة عامة ترجع بها إلى الله ويحتاج كل واحد إلى توبة خاصة يقلع فيها عن شهواته ويخالف هواه فاللهم ردنا إليك ردا جميلا واقبل توبتنا وارفع الوباء والبلاء أرفع مقتك وغضبك عنا واحفظنا من عضال الداء وسيء الأسقام بعفوك يا كريم نعود إلى موضوعنا في المحاضرات السابقة عرفنا الطلاق وبينا دليل مشروعيته بينا حكمه وحكمة مشروعيته بينا شبهات الواردة عليه وكيفية الرد عليها بينا عدد الطلاقات التي يملكها الرجل على زوجته ولماذا جعل الله الطلاق بيد الزوج إلى أن وصل بنا الحديث عند الفصل الثاني صفحة 326 ما يقع به الطلاق واليوم بمشيئة الله عز وجل نكمل ما قد بدأناه ما يقع به الطلاق هل يقع الطلاق باللفز أم بالكتابة أم بالنية أم بالإشارة هذا ما سنتعرف عليه في هذه المحاضرة يقع الطلاق بكل ما يصدر عن الزوج دالا على حل رابطة الزوجية سواء كان ذلك لفظا أو ما يقوم مقام اللفز من الكتابة والإشارة فكل ما يدل على حل رابطة العلاقة الزوجية يسمى طلاقا سواء كان بأدوة الحل باللفز أم بالكتابة أم بالإشارة هذا ملخص وإليكم التفصيل أو هذا المجمل وإليكم التفصيل هل يقع الطلاق بحديث النفس حديث النفس إذا وقع الرجل إذا نشأ خلاف بين الرجل وزوجته وحدثت نفس الرجل بطلاق زوجته هل يقع بذلك الطلاق أو هل يسمى هذا طلاق هذا ما يسمى بحديث النفس قال الفقهاء لا يقع الطلاق بحديث النفس حديث النفس لا يقع به الطلاق فإذا نوى الزوج أن يطلق زوجته في النفس ولم يتلفظ لا يقع طلاقه لأن الأمر هنا لا يزيد على كونه نية غير مقترنة بعمل فالطلاق لا يقع بمجرد النية فلو نوى الرجل أن يطلق زوجته ولم يصاحب هذه النية شيء في الأمور الخارجية كاللفز ونحوه فإن هذا لا يقع به الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل وبناء على ذلك إذا قال الزوج في نفسه زوجتي طالق دون أن يتلفظ أو وسوست له نفسه من غير نطق لا يقع طلاقه هل يقع الطلاق بالفعل وحده يعني لو زوج أخذ زوجته من يدها مثلا وذهب بها إلى بيت أهلها ثم بعد ذلك أرسل إليها مؤخر صداقها هل يسمى هذا طلاق لا يسمى هذا طلاق فالطلاق لا يقع كما لا يقع بالنية كذلك أيضا لا يقع بالفعل وحده فلكي يقع الطلاق لا بد أن يكون باللفظ أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة وقلنا قبل ذلك أن الأصل في التعبير وهذا ما درستموه في الفرقة الأولى أن الأصل في التعبير أن يكون باللفظ كذلك الأصل في الطلاق أن يكون باللفز والعبارة فالألفاظ والعبارات هي أوضح الطرق وأدقها لبيان ما يحدث في نفس الإنسان واللفز الذي يقع به الطلاق كل ما يتلفظ به من كلام للدلالة على حل رابطة الزوجية وإنهاء العلاقة بين الزوجين ويشترط في اللفز الذي يقع به الطلاق أن يكون صادرا ممن هو أهل لأن يقع منه الطلاق وهذا سنتعرف عليه فيما يأتي إن شاء الله عز وجل فلكي يقع الطلاق لا بد أن يكون هذا اللفز صادرا من زوج لا بد أن يكون هذا الزوج بالغ عاقل مختار ولا بد أن يكون هذا اللفز الصادر من الزوج البالغ العاقل المختار أن يكون مضافا إلى من هي أهل لأن يقع عليه الطلاق فلو طلق رجل امرأة في الطريق ليست بينهما علاقة زوجية رجل بالغ عاقل مختار طلق امرأة تسير في الطريق لا يسمى هذا طلاق كما يشترط في هذا اللفز أن يكون صادرا أو أن يكون المتكلم أن يكون الزوج يعلم معنى هذا اللفز فلا يشترط في لفز الطلاق أن يكون باللغة العربية فلو طلق رجل زوجته بلغة إنجليزية مثلا أو بالفرنسية ويعلم مدلول هذا اللفز وقع طلاقه ولو طلق رجل ولو قال أو لو تلفز رجل فرنسي مثلا أو إنجليزي مثلا بالعربية حد مثلا قال له قرأوا لفز الطلاق أو قال له قل زوجاتك طالق وهو لا يفهم معناها لا يقع طلاق لا يقع طلاقه فيشترط في المتكلم أن يفهم مدلول هذا اللفز قلنا لا يشترط في اللفز لغة معينة في إقاع الطلاق فيجوز إقاع الطلاق بالعربية وبالإنجليزية وبالفرنسية وبأي لغة بشرط أن يكون المتكلم يفهم مدلول هذا اللفز وهذا عند جماهير أهل العلم خلافا للشيعة الجعفرية الذين قالوا بأن الطلاق لا يقع بغير العربية من القادر عليه يعني إذا كان الرجل يجيد العربية فعدوله عن العربية إلى لغة غيرها لا يقع طلاقه يعني لو واحد زينا كده بيتكلم لغة العربية لا يجوز له أن يطلق عند الشيعة لا يجوز له أن يطلق زوجته بغير العربية خلافا للجمهور الذين قالوا بأنه يجوز أن يقع الطلاق بأي لغة بشرط أن يكون هذا أو أن يكون المتكلم يفهم فحوى ومدلول هذا اللفز هذا ما يتعلق بالطلاق باللغة فالأصل في التعبير أصل في التعبير في أي عائد عائد بيع عائد زواج عائد طلاق الأصل في التعبير أن يكون باللغة ننتقل أولو إلى الجزئية التي تليها وهي الطلاق عن طريق الكتابة قد يعجدل الزوجة عن طلاق زوجته عن اللفز إلى الكتابة فهل يجوز طلاق الرجل أو هل يقع طلاق الرجل بالكتابة؟ جمهور العلماء أو جمهور الفقهاء قالوا بجوازي خلاصة يعني حتى ندخل في اختلاف جمهور الفقهاء قالوا بوقوع الطلاق عن طريق الكتابة فلو كتب رجل إلى زوجته بالشروط اللحنا نعرفها أنها طالق وقع طلاقه سواء الجمهور الفقهاء لم يفرقوا بينما إذا كان هذا الزوج حاضرا في مجلس العقد أم لا الجمهور على أن الطلاق يقع بالكتابة سواء أكان الزوج قادرا على النطق أم لا وسواء أكان الزوج حاضر في المجلس موجود معها في الشأة أو في البيت وسواء أكان الزوج غائب يقع الطلاق بالكتابة مطلقا دون تفرقة خلافا لبعض الفقهاء كالشيعة الذين يرون أن الطلاق لا يقع بالكتابة إلا إذا كان الزوج عاجزا عن النطق وفي حالة وقوع الطلاق بالكتابة اشترط الفقهاء في هذه الكتابة شروط أن تكون الكتابة مستبينة يعني الكتابة واضحة لها أثر بعد الانتهاء منها ما ينفعش واحد يكتب على الهوى مثلا زوجتي طالق لا يقع الطلاق بهذه الكتابة لأن الكتابة هنا ليس لها أثر وليس لها أثر بعد ذلك ولا يستطيع أحد قراءته كذلك الكتابة على واحد قعد مثلا على شط البحر أو على شط النيل أو في المصف وكتب زوجتي طالق على المية لا يقع الطلاق بهذه الكتابة يشترط في الكتابة أن تكون مستبينة لها أثر فالكتابة غير مستبينة لا يقع بها الطلاق كذلك يشترط في الكتابة الكتابة المستبينة إما أن تكون مرسومة وإما أن تكون غير مرسومة الكتابة المرسومة هو الكتابة التي يكتبها الرجل إلى زوجتي الفلانية الموجودة في المكان الفلاني طالق ويمضي ويوقع هذا الطلاق أو هذه الكتابة يقع بها الطلاق بلا خلاف أما إذا كانت الكتابة مستبينة وغير مرسومة واحد جاب وراءه وكتب زوجتي طالق ولم يمضي لم يوقع هذه الفقهاء يسموها بكتابة غير مرسومة لم تكن معنونة بعنوان الزوجة ولا مرسلة إليها فإن الطلاق لا يقع بها إلا إذا نوى الزوج إيقاع لأنه قد يكتب الزوج إما بهدف تحسين خطه أو نعم ما فيش الكلمة دي يحسن بها خطه بس ما علينا هذا يدخل من باب كنيات الطلاق يدخل تحت الني هل نوى الزوج بهذه الكتابة طلاقة زوجته أم لا يسأل زوجه عن نيته إذا كانت كلمة مرسلة كده غير مرسومة في هذه الحالة لا يقع الطلاق إلا إذا نواه الزوج وكما يقع الطلاق بالرسالة المكتوبة قال لك يقع الطلاق بالرسالة الشفاهية يعني إيه الرسالة الشفاهية يعني أنا أقول لواحد روح أقول لزوجتي الفلانية أنت طالق كما يقع بالكتابة يقع بالرسالة الشفاهية يعني التي ينقلها رسول من قبله إلى زوجته البالغة فإذا ذهب رسول الزوج إلى الزوجة وأبلغها بطلاق زوجها لها فإنها تصير طالقا هذا ما يتعلق بالكتابة أما الطلاق بطريق الإشارة هنا نفرق بينما إذا كان الزوج عاجزا عن النطق مش أدري يتكلم إما لكونه أخرص أو لكونه معتقل اللسان أخرص يعني واحد ما بيتكلمش أو معتقل اللسان يعني واحد مثلا تخبط على أدناغه فأصيب بعاها مش أدري يتكلم حكم الطلاق عن طريق الإشارة إذا كان الزوج عاجزا عن النطق كالأخرص ومعتقل اللسان صح أن يوقع طلاق بإشارته المفهمة التي يعرفها المتصلون به أنه يريد بها الفرقة ولكن بشرط أن تكون هذه الإشارة واضحة يفهمها الناس يفهمها الحاضرون أنه يريد بهذه الإشارة طلاق زوجته فالفقهاء اتفقوا على وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق إذا كان غير قادرا على الكتاب واحد أخرص لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يكتب لا خلافة بين الفقهاء على وقوع الطلاق من هذا الأخرص بإشارته ليه؟ لأن الإشارة هي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها أن يعبر بها هذا الشخص عن ما يدور في صدره واحد أخرص ما بيعرفش يتكلم ما بيقدرش يتكلم وما بيعرفش يكتب هي عبر عن اللي عايزه إزاي فالوسيلة الوحيدة في حقه هي الإشارة ومن ثم إذا كان الأخرص غير قادرا على الكتابة صح طلاقه بالإشارة ولكن بشرط أن تكون هذه الإشارة واضحة ومفهومة لو كان الأخرص دوة يجيد الكتابة أخرص بيعرف يكتب هل يقع طلاقه عن طريق الإشارة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى رأيين أو إلى قولين الرأي الأول طلاقه لا يقع عن طريق الإشارة بل لابد لكي يقع طلاقه عايز يطلق زوجته الأخرص اللي بيعرف يكتب عشان يطلق مراته لازم يكتب ليه قالوا ليه؟ لأن الكتابة هي أوضح في التعبير وما فيش فيها مجال للإجتهاد والاختلاف الرأي الثاني هذا ببساطة الرأي الثاني أو القول الثاني أن الأخرص الذي يجيد الكتابة يستطيع أن يطلق زوجته عن طريق الإشارة لأيه قالوا ليه؟ لأن اللفظ هو الأصل في التعبير وعند العجز عن اللفظ ينتقل إلى ما يقوم مقامه من الكتابة أو الإشارة إيه فوقف قانون الأحوال الشخصية أو موقف القانون؟ القانون نص على إقاع الطلاق بطريق الإشارة من الأخرص العاجز عن النطق ما هو الأخرص بالطبيعة عاجز عن النطق؟ والعاجز عن الكتابة لبما يجري عليه العمل في المحاكم أن الإشارة يصح بها الطلاق من الأخرص بشرط أن يكون عاجزا عن الكتابة فإذا كان الأخرص قادرا على الكتابة إذا كان الأخرص يستطيع أن يكتب وقع طلاقه عن طريق الكتابة فقط فلا يقع طلاق الأخرص بالإشارة إذا كان قادرا على الكتابة إن نكتفي بهذا القدر ونقمل إن شاء الله تعالى في مقطع صوتي آخر ترجمة نانسي قنقر